اهلا بكم في قناة اوتوموتف دياجنوستيكس معاكم مهندس محمد هدف القناة ان احنا نتكلم عن السيارات تحديدا صيانة السيارات والفن من كشف الاعطال وتشخيص المشاكل وده اللي بيسمى الاوتوموتف دياجنوستيكس فهنتكلم عن المفاهيم الصحيحة او طرق الكشف عن الاعطال والفكر الصحيح للصيانة بطريقة سهلة يقدر يستفيد منها اصحاب العربيات واي حد بيحاول يعمل صيانة لصيارة سواء بشكل هواية او بشكل احترافي عند ورشة او فن صيانة المشكلة الحالية في سوق الصيارات دلوقتي في الصيانة هي ان الصيارات اصبحت معقدة جدا من حيث ان كل شيء بقى لوحدات تحكم الكتروني اللي هي الكونترول يونيت اللي هي الناس بتسميها كمبيوتر كمبيوتر للمطور كمبيوتر للفتيس واصبح دلوقتي اقل سيارة فيها ما لا يقل عن 6 وحدات تحكم كنترول يونيت وقد يصل عدد وحدات التحكم الالكتروني ديت لـ 80 وحدة في السيارة الوحدة وده طبعا يعني تعقيد رهيب جدا في السيارة والوحدات دي بيتم توصيل ما بينها ومن بعضيها بنظام شبكة خاصة بتسمى بي الكانبوس ده نوع من انواع الشبكات اشهر نوع من انواع الشبكات الكانبوس وبيبقى واصل مش نتورك واحدة ده ممكن يبقى واصل تلات شبكات مختلفة او اكتر كمان كان هاي سبيد كان وميديام سبيد كان ولو سبيد كان سرعات مختلفة على حسب اهمية الشبكة ديت كمان ممكن بالاضافة للانواع ديت من الشبكات ممكن يبقى فيه انواع اقل سرعة زي اللينبوس موجودة برضو في نفس العربية يعني خمس ست شبكات مختلفة بتوصل تمانين كنترولر فده كمية من التعقيد رهيبة جدا وزي ما احنا شايفين في الصورة بتاعة العربية البنتلي ديت كمية الاسلاك واصلت دي ايه والكنترولرز من الاسباب الرئيسية المسببة لها للتعقيد دوت ان احنا عايزين كفاءة السيارة تبقى عالية في حيس استهلاك الوقود حيس البيئة عايزين نطلع بكمية الرفاهية الموجودة في السيارة فكل ده بيترجم في زيادة في عدد اجهزة التحكم والاسلاك والحساسات اللي موجودة اللي بتغطي العربية كلها بالكامل فاصبح بالوقتي ما ينفعش ان احنا نستخدم الطريقة التقليدية لكشف الاعطال اللي هي بنخمن ونغير عشواء القطع المختلفة بقطع تانية ممكن تكون مستعملة او جديدة مش متابقة للمواصفات بالتغيير العشواء ده بيؤدي لمشاكل اضافية بسبب ان ممكن القطع المستعملة او القطع الجديدة اللي مش اصلية ما بتقديش وظيفتها صح فاحنا بنضيف مشاكل فوق المشكلة الرئيسية اللي احنا متعملناش معاها فاصبح ان احنا بنزود المشاكل اللي عندنا في العطل اللي موجود معانا فلازم ان نفحص بطريقة منهجية علمية لحد من حد ان هو ده القطع مصدر العطل تغييرها بعد ان احنا نعملها الاختبار اللي بيقيس ازا كانت شغالة ولا لأ بالطريقة الصح بحيس ان بنغير القطع واحنا متأكدين ان هي ده مصدر المشكلة فحتى لو القطع اللي احنا جميها جديدة مش مزبوطة او تالفة نتيجة اي سبب سواء كانت مستعملة او هي اصلا جديدة تالفة فاحنا نبقى متأكدين ان هي ده كانت مصدر العيب حتى لو مش كنت حالتش نشوف قطعة تانية نغيرها بيها فيبقى الوقت اللي هيضيع قليل المجهود هيبقى اقل والدقة هتبقى احسن ولما بنبقى بنفكر بالتفكير العلمي فبتصبح المشاكل اللي بتقابلنا في السيارة لها تحت تصنيفات ومشامعات يعني احنا الوقت لما نركب العربية ونيجي ندور اللي بيحصل لما بنحط المفتاح على اون بنشغل الكمبيوترات وبنخل العربية اكتف والكمبيوترات كلها وصلها كهربا وشغالها بتبقى في وضع انرجايزد يعني وصلها كهربا وشغالها طيب بعد كده بنحط المفتاح على وضع ستارت ستارت ده بيدي اشارة للستارتر اللي هو المرش بتاعنا عشان يبدأ يلف في المطور عشان يبدأ يحرقه في الاتجاه الصح بتاعه ويبدأ الكمبيوتر يدخل بنزين ويحرق وتبدأ المطور يقدر يشيل نفسه في الدوارة والي بتحرك العربية تحت استلاك البنزين فلو انا جيت لورط العربية وحطيت المفتاح على وضع ستارت والمطور ملفش يبقى كده اسمه نو كرانك طب لو المطور لف بس في عطل في قطعة من القطع فالمطور مدرش بس بيلف يبقى كده اسمه كرانك نو ستارت طب ايه المشاكل التانية اللي ممكن تبقى موجودة عندنا ممكن يبقى عندنا مشكلة بيسموها يعني العربية بتمشي بس مش مزبوطة بتاعلى وبتوطى بتاعلى وبتوطى ده بيسموه راف ايدل ان هي السلانسير اللي هو الايدل مش منتظم فالاربئم يعلى ويوطى او ممكن مشكلة تانية انها هاتمسفاير اللي هي التالت فالعربية تنتش مننا او مشكلة تالتها تكون بتستهلك بنزين زيادة فكل مشكلة من دول لو ليها طريقة في التعامل ليها طريقة في التفكير لازم ان نبقى عندنا فكر ان المطور متكون تكوينه ازاي واجزائه والمطور ده متقسم الى ساب سيستمز آآ آآ انظمة آآ آآ انظمة مختلفة نظام للوقود نظام للهوى نظام للعادم كل واحد من دول ليه اجزاء الاجزاء دي بتقدي وظيفة لازم ان لبقى عندنا رؤية وتصور لكل جزء من دول شغال ازاي والاعطال اللي فيه بتؤدي الى ايه? كل الاجزاء اللي عندنا دي بينظم حركتها الـ Control Unit اللي هو كمبيوتر المطور او كمبيوتر الفتس او اي ان كان ده بيسمى بالـ Control Unit ففي الكمبيوتر لو الكمبيوتر ده بيتحكم في المطور بيسمى Engine Control Unit او Engine Control Module موديول يعني معناها وحدة ولو بيتحكم في الفتس هيبقى اسمه Transmission Control Module دي مسميات طبعا لازم نتعلمها لازم نفهمها لان الشغل في الاول وفي الاخر نتيجة للتعقيد وكميات المعلومات المتاحة لازم نرجع للـ Technical Data والـ Service Data اللي عملها الصانع دي المانوال الفني معلومات الفنية متسجلة في صورة برامج او PDF كتب بنرجع لها ونطلع منها الاسلاك واصلة منين لفين الوحدات بتشتغل ازاي بيبقى فيها شرح لكل سيستم والكل سب سيستم شغال ازاي لكل وحدة بيتم التحكم فيها ازاي كل التفاصيل دي لازم نرجع لمانوال الصيانة لان هو دوت اللي هيبقى فيه التفاصيلة ديت والمعلومة وكل سيارة بتختلف عن التانية فلازم بترجع للدليل وكتالوج الصيانة اللي هي قراءة معلومات الكنترول او الكمبيوتر السيارة والفولتاميتر او الافوميتر او التستلايت وادوات اخرى كتير هنتكلم عنها بالتفصيل في المستقبل وهي دي اساسيات صيانة السيارات اللي هنتكلم عنها في قناة وهنتعلمها مع بعض بشرح الانظمة المختلفة وحل اعطال حقيقية على سيارات احتار فيها المتخصصين اشترك معنا لمتابعة كل جديد